أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة أن باب إطلاق المبادرات المختلفة لن يتوقف خاصة مع التحديات العديدة التي توجه المجتمعات وقال سمو بمناسبة كشف النقاب عن مبادرات سموه للعام الحالي إن مجموعة من المبادرات الرياضية الثقافية والإنسانية والعلمية تأتي ضمن إطار الحرص الدائم الكبير على خدمة المجتمع بكافة شرائحه وتوجهاته مؤكدا في الوقت نفسي اعتزازه بتنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة للعديد من الفعاليات طيلة العام ولفت سموه إلى أن الرؤية تتمحور حول رعاية المجتمع عموما وعلى وجه الخصوص الفئة الشبابية وذلك من خلال تقديم مبادرات تعنى بتنمية الكوادر البشرية وتعزز العمل الإنساني وتدعم حضارتنا الأصيلة بالإضافة لتعزيز الجوانب الاجتماعية والتنافسية من خلال الفعاليات والبطولات الرياضية وأكد سموه أن إطلاق مبادرات مختلفة الرؤية والأهداف تأتي تأكيدا على الرغبة في دعم الشباب بكافة توجهاته وميوله وقال سموه أن دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة لكرة القدم الصلاة سيقام هذا العام في نسخة الخامسة بعدما حقق نجاحا كبيرا ولافتا خلال العوام الماضية والتي شهدت مشاركة واسعة من قبل المراكز الشبابية إذ وصل عدد المشاركين إلى 32 مركزا يمثلون مختلفة من مدن وقرى البحرين وباعتبارها أيضا مبادرة إنسانية جمعت ذوي الإعاقة مع الأسوياء على الصعيد الرياضي والآفة سموه لأن مهرجان سموه للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة سيستمر في نسخته الثالثة كما ستستضيف البحرين بطولة العالم للإلعاب الذهنية للمرة الأولى في تاريخها هذا وقد شادر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بجهود سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة مثنيا على الدور البارز للوزارة في دعمها لمختلف المبادرات هدف يخلي طموحك عالي يخليك تدفع نفسك للأكثر فأنا أتمنى من الشاب كلهم يدفعون روحهم للرياضة للرياضة لكن إذا الواحد مثلا عنده تحدي يربط التحدي في عمل خيري عشان يدفع أن يخلص التحدي الأصل في الإنجاز هو تحقيق ما خطط له تخطيطا محكما وعينه الجميع فرأوا فيه بديع الصنع في الشكل والمضمون وهذا ما تركته مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من أثر كبير على الشاب البحريني في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والإنسانية إلى أن جاء هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن استمرار مبادرات سموه بروح جديدة طامحة إلى دعم الطاقات البحرينية الشابة بشكل كبير جدا نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مبادرات حقيقة يحييها في الاجتماع البحريني وشباب البحريني وانعكاساتها على الشباب بشكل مباشر إن كانت مبادرات ثقافية أو رياضية أو اجتماعية أو ثقافية شفنا المبادرات الكثيرة لأطلاقها سموه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهم مشكورين طبعا على رأسهم سعادة وزير الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر في احتضان الشباب البحريني في هذه المبادرات سواء كانت لذوي العاقة الخاصة أو مثل ما تكلموا اليوم الجماعة بالنسبة إلى الألعاب الذهنية تنوع كبير ستشهده المبادرات البناء لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة حيث تغوص في أعماق شباب البحرين وتخرج بمكنوناته الفريدة التي جبل عليها من طموح وإرادة ومواهب رائعة سيتم التركيز على بطولة البحرين للألعاب الذهنية وهذا تعتبر رياضة ذهنية التي الكثير صراحة يفتغرونها وينسونها الحقيقة أنها تكون جزء من الرياضات الموجودة حاليا وسيتم التركيز على 200 شاب وشابة في الفترة القادمة إن شاء الله أنهم يدخلون في تدريبات لكي يشاركون في هذه البطولة وانتمنى أن نرفع الوعي عند شبابنا وشاباتنا بحيث أنهم يهتمون في هذه الرياضة ويأخذونها بعين الاعتبار طبعا مبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة المختلفة ومتنوعة في جميع المجالات كان لها أثر كبير العام السابق سنة 2016 شهدنا انتاجيات كبيرة شباب شفناهم تألقوا في المجال الرياضي بعض من اللاعبين تم الحقهم بالمنتخاب وبالأندية وتم التوقيع معهم كل هذه ثمرة هذه المبادرات أيضا من الجانب الثقافي المسرح الشبابي هناك بعض من الممثلين الصعيدين الشباب خذوا فرصة أو خذوا مكان جيد لهم ومساحة جيدة في المجال الفني وفي مجالات أخرى سواء في المسلسلات أو في الأفلام القصيرة في الحقيقة هذه مبادرة طيبة من سمو الشيخ خالد أنه يعطي فرص للشباب في جميع المجالات أن يطور نفسه ويكسب خبرة من السابقين في نفس الوقت المبادرة الجديدة لطرحتها الشيخة منيرة وايد زينة أنها تنمي القدرات الذهنية لدى الفئات الشبابية بنات وشباب يعني المشاركة في هذه المبادرات جاءت هذا العام أكثر اتساعا وشمولية عن العام الماضي حيث أدرجت هذا العام العديد من الفئات المختلفة للشباب في مختلف المجالات الإنجازات تقاس بالأفعال فما شاهدناه اليوم في هذا المؤتمر هو أكبر برهان على استمرار نجاح مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وما عم منها من فائدة على الشاب البحريني في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والإنسانية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين